طيب تعالوا كده نتكلم واحدة ونرتب الأمور بشكل واضح بالنسبة لكل جمهير النادي الأهلي لو تفتكروا احنا الأسبوع اللي فات تحديدا أعتقد يوم الاتنين اللي فات اتكلمنا في ضغط المطشاط والإجهاد وكلام من ده مش بديك مبرر لا استنى اصبر علي بس للآخر مش بديك مبرر يعني بقولك بس ان احنا ايه الفترة دي مليئة بمطشاط كتير جدا وارد ان انت تتعصر وده اللي حصل امبارح وارد ان انت تتعصر بالمناسبة امبارح تحديده ما فيش عزار يعني امبارح الفريق ما فيش حد مجهد لان كده كده كان فيه روتيشن في مورات المعصة اللي قدينها بشكل كويس جدا لكن الراجل المسلماني المدير الفني المميز للنادي الأهلي والرجالة بتاعته اللعيبة بصراحة بصراحة هم خلونا نصق ثقة زائدة مش في قدراتهم لا هم فعلا يستحقوا الثقة بس قصدي ايه في المطشاط نفسها ان احنا ايه كل مطش عارفين ان احنا هنكسب الفترة اللي فاتت حتى باي حد بيلعب في كاس العالم الاندية اللي هو اعلى لفل انت بتلعب فيه اعلى لفل بتلعب فيه انت كنت بتكسب وانت عندك غيابات بص عد براحتك 13-14 لعيب وبتكسب وخدت تالت خدت برونزية فمن هنا جات الثقة اللي خلتنا ان احنا بنبقى قبل اي مطش نازلين احنا هنكسب وهي دي حاجة تحسب لهم بصراحة لكن في نفس الوقت احنا نبارح خدنا درس جمد قوي لازم نتعلم منه هو ايه الدرس ان الكورة ملهاش كبير الاهل كبير الكورة في مصر الاهل كبير الكورة في افريقيا مفيش نقاش مفيش اختلاف على كده خالص والنتايج والارقام هي اللي بتقول كده والالقاب كمان هي اللي بتقول كده حلو بس برضو الكورة ملهاش كبير احنا استفاد نقيم الدرس بتاع انبارح بالمناسبة بصراحة يعني وانا بتكلم معكم منتهى الوقعية اعلام النادي الاهلي اللي هو بيتمثل يعني في اعلاميين النادي الاهلي او الناس المحسوبة على النادي الاهلي كان عندهم ثقة زائدة انا واحد منهم انا بقول لحضراتكم انا كان عندي ثقة ان احنا هنكسب امبارح بصراحة كنت تشوف ان احنا عادي جدا نكسب يعني رغم ان فريق صاندونز قوي واثبت امبارح ان فريق جمد قوي لان بعض البردو المحسوبين على التحليل القروي قالوا ان صاندونز فرقة ضعيفة ومش بتاعت قبل كده وكاملها دي نشوفنا صاندونز عامل ازاي حلو فثقة زائدة عند من هم حسبون على النادي الاهلي كاعلاميين وده درس احنا نغدو الثقة كانت زائدة جدا عند جمهور النادي الاهلي وده درس اكيد الجمهور خبلوا منه الثقة كانت زائدة قوي عند الجهاز الفني واللعبين بمنتهى الوضوح والصراحة ونتيجة الثقة الزائدة دي ان احنا خسرنا مبارح بس الميزة في ايه بقى تعال معايا الميزة هنا في ان الهزيمة جات في وقتها في الوقت المناسب اللي تقدر تعوض مش في دور خروج المغلوب تمام مش مثلا ما جلناش في ربع النهائي ولا نص النهائي ولا الكلام مندي ولا حتى في النهائي لا ده جلنا في توقيت ممتاز وفي بداية مشوارنا في دور المجموعات انت تعدلت الهلال ومبارات تانية بالنسبة لك هي مبارات سانداونز انك تخسر في التوقيت ده لا اللي هو بقى اصحى فوق خلي بالك انت ممكن ان انت تخرج من البطولة اه انت كبير افريكيا انت بطل افريكيا اخر سنتين انت واخد البطولة عشر سنين بس خلي بالك لا القرى ما فيهاش هزار انت ممكن تخسر وتخرج برا وتبقى يعني بالنسبة لنا يعني ايه نتيجة احنا مما نتوقعهاش تبقى للامكانيات الموجودة حاليا على المستوى الفني والبشري داخل فريق القرى بالنادي الاهل طيب هل الهزيمة بتاعت انبارح دي تشكك في الجهاز الفني ابدا 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 واللي يقول لك غير كده يبقى بيهزر تشكك في قدرات اللعبة مستحيل مستحيل ليه لانا هم هم الناس دول اللى جابالنا افريقيا مراتين واربعدوا اللى جابال CAF اللى جابالنا برونزي against you ولكالعالم واللي جابالنا بطولات قد كده دوري وكتس وكسو كل حاجة شكرا